السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثالث اليوم عندنا مراجعة سريعة لأسئلة اللغة الإنجليزية الوزارية للصف الثالث المتوسط يعني راح نطلع على الأسئلة ونشوف شنو تقسيماتها وشلون راح نقدر نجاوب بالامتحان الوزاري طبعا الأسئلة اللغة الإنجليزية ما بها سؤال كامل ترك تختلف عن بقية الأسئلة الترك ضمني فقط لو نجي نباو على هاي الأسئلة أسئلة 2021 السؤال الأول في ثلاثة فرع الفرع الأول أي طبعا يخص القطعة الخارجية هذا القطعة الخارجية هذا الفرع أي عبارة عن أسئلة وأجوبة يعني راح تقرأ السؤال وتستنتج الجواب أو تجد الجواب في القطعة الخارجية الفرع بي راح يكون صح وخطأ أيضا يخص نفس القطعة نفس القطعة هذه اللي حضرتك راح تقراها ينطيك عليها فرعين فرع أسئلة وأجوبة عليها عشر درجات وفرع صح وخطأ true false عليها خمس درجات الفرع c هذا الفرع يخص قطع الكتاب قطع الكتاب اللي أخذناها اللي هي panther 3 od falcons hobbies إلى آخره قطع اللي أخذناها قطعة السودان عليه عشر درجات السؤال الثاني grammar and functions وهو سؤال قواعد ويأتي بفرعين الفرع الأول a do as required اعمل بما هو مطلوب يعني ينطيك جملة ونهاية الجملة ينطيك مطلوب أنت لازم تنفذه على هذه الجملة الفرع b مثل ما تلاحظون هذا اختر الجواب الصحيح choose the correct choice ينطيك جملة وبها ثلاثة اختيارات أنت تختار الجواب الصحيح هذا الفرع b من السؤال الثاني السؤال الثالث في سنة 2021 يتكون من أربع فرع الفرع الأول a كلمات منطقياها أسفل منطوق السؤال choose the words from the list below دائما تجد الكلمات أسفل منطوق السؤال نخليها بين أقواس كل كلمة تلائم فراغ واحد من الفراغات لأسفل منطوق السؤال الفرع b هذا فرع الماتشينج اللي هو تدمج الكلمة من الفرع a أو القائمة a مع كلمة ملائمة لها من القائمة b ينطيك list a and list b طبعا أنت راح تكتب رقم السؤال بالأسئلة مثلا question 3 الفرع a جاوبته ستة بهن واحدة ترك تروح تجاوب الفرع b راح تكتب number one brush من هو يلائمها من list b تكتب الكلمة الملائمة الفرع c choose the most suitable answer do five only اختر الإجابة من بين الأقواس لخمسة فقط طبعا ينطيك جملة وهي الجملة داخلها أكو أقواس شوف هذه هنا أكو اختيارين fly walk أنت تختار واحدة من هذه الاختيارات راح تكتب رقم السؤال الفرع c النقطة اللي أنت واصل لها مع الاختيار الصحيح الفرع d راح يكون هذا punctuation وهو التنقيط إعادة كتابة الجملة اللي تكون أسفل منطوق السؤال وحسب شروط وعلامات التنقيط punctuation هواي من طلاب ما يعرف وين يكون سؤال punctuation طبعا أنا يعني معلمكم طلاب أنه سؤال punctuation راح تلاحظة عبارة عن سطر واحد وعليه خمس درجات سطر واحد تشوفه يعني هذا السطر شنو وتشوفه لا capital لتز لا علامات تنقيط بي هو هذا تعيد كتابة ما تعيد كتابة منطوق السؤال بل الجملة اللي أسفل منطوق السؤال مثل ما أشرك عليها بسه السؤال الرابع أيضا بي فرعين الفرع أي يخص الإملاء مطيق كلمة long صارت longer يعني حولها إلى مقارن fit بعد أنت لازم تضبط الإملاء لأن أي خطأ بالإملاء يعتبر صفر ما ينطع لي درجة الفرع بي بالسؤال الرابع story time عليها طبعا عشر درجات هذا يخص قطع العفو قصص الكتاب الأربعة أنا عدنا أربع قصص سؤال القصص دائما يجي بالسؤال الرابع تقريبا كل ستة بيهن وحدة ترك السؤال الأخير وهو سؤال الإنشاء ينطيك فرعين بسؤال الإنشاء عليها هنا خمسطعش درجة طبعا أنت رح تختار فرع واحد فقط لأما فرع A أو الفرع B واللي أرجو من عدكم أنه من تكتب إنشاء كون كتابتك منظمة واضحة بقلم رصاص غامق باعد بين الأسطر وفارق بين الكلمات يعني من تكتب لي سطرين وبس هذا عليها خمسطعش درجة أسئلة إنجليزية مثل ما كاتب لك ملاحظات ما بها ترك سؤال الترك يكون ضمني سؤال إنشاء بفرع واحد ترك أي نقطة تتركها اكتب رقمها بالدفتر واكتب أمامها ترك لأن إذا ما تركت رح يترك لك النقطة الأخيرة إن شاء الله بالفيديو القادم رح نبدأ نشرح شلون رح نجاوب عن القطعة الخارجية في أمان الله وحفظه